إذن إلى الخبر اللبناني العاجل حيث أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة وفي مؤتمر صحفي أعقب لقاءه بالرئيس اللبناني ميشيل سليمان في بيت الدين قال الحريري إنه أبلغ الرئيس سليمان بقراره وأتى القرار بعدما رفضت المعارضة اللبنانية التشكيلة التي قدمها الحريري للرئيس سليمان قبل أيام للوقوف على التفاصيل الأولية في هذا الموضوع تنضم إلينا الزميلة علي إبراهيم من بيروت علي أهلا بكي طبعا الخطوة إلى حد ما كانت يتم تدولها إعلاميا وسياسيا في لبنان وهي اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة لكن ما هو المعروف عن التكتيك بالنسبة للحريري في هذه الخطوة التي تؤزم الأوضاع أكثر يعني بالفعل نجوة هذا الإعلان الآن ليس مستغربا وهو ليس مفاجئا كان الحريري قد أعلن في وقت سابق أنه إذا لم يكن هناك مفاوضات فعلية بالنسبة لهذه التشكيلة هو سيعتذر عن تشكيل الحكومة أما سيحصل الآن ما هو متوقع أن يعيد رئيس الجمهورية الاستشارات الميابية الرئيس بريك أبلغ وكان قد ذكر عنه أنه سيعيد ترشيح الرئيس إعادة تسمية سعبد الحريري وليد جمبلات كذلك بالتالي سعبد الحريري سيعاد تسميته لتأليد حكومة جديدة النواب في كتلة تيار المستقبل كانوا قد قالوا بأن المعادلة ستتغير الآن يعني الصيغة 15-10-5 التي كانت تم تداولها في الفترة السابقة لن تعود مطلوحة في الفترة المقبلة بالتالي لماذا؟ إمكانية لأن هذه الصيغة كانت تم الاتفاق عليها في ضوء الاستشارات الماضية وفي ضوء سياسة مد اليد التي كان الحريري قد تحدث عنها فورا بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية